اشتركوا في القناة من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرة المرسلين وسيد الخلق أجمعين الصادق الأمين نبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين حبة في الله نحن في رحلة الحياة هي رحلة ضمن رحلة إجبارية تنتهي بالقدوم على الله سبحانه وتعالى والاستقرار في دار القرار إما إلى جنة نسأل الله أن نكون من أهلها أو إلى نار نعوذ بالله منها ومن فعل أهلها الحياة دي تكلمنا في المرة الفائتة أنها مليئة بالصراعات صراع مع شياطين الجن وذكرت لك أنه متربص بك عارف ما داخلك وما خارجك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم عارف أنت بتفكر في إيه؟ ونقط ضعفك إيه؟ وما دخلك إيه؟ وهو متربص بك منذ أول لحظة تقدم بها على الدنيا يمسك الشيطان فتستهل صارخا كل مولود يمسه الشيطان فيستهل صارخا إلا مريم وابده وذكرنا العداوة وأنه توعد رب العالمين بإضلال العباد وراهن على ذلك كيف النجاح؟ قلت أن تستشعر العداوة أولا فتتعامل معه بأنه عدو يريد إغوائك وإضلالك وإدخالك النار من الآخر ثانيا أن تعلن ضعفك لا بين يديه فهو أضعف ما يكون بل بين يدي رب العباد هو ده اللي يدل يخلصك منه سبحانه وتعالى رب العالمين جل شأنه جل في علاه ولذلك كانت الكلمة القاضية على الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مش كلمة دي كلمة ومعنى وإحساس وشعور تعيش به وتستشعره المعنى ده موجود في كلمة أعوذ يعني ألتجئ يعني أنكسر يعني أحتمي يعني أنت بتقول يا رب أنا بدونك ضائع أنا بدونك فقير أنا بدونك ضعيف يا رب يا رب لا طاقة لي به ولا قدرة لي عليه إلا بك فأنا أحتمي بك وألتجي إليك وأستعين بك وأتوكل عليك أن تنصرني على هذا الشيطان الرجيم الذي يراني ولا أراه الذي يعلم نقاط ضعفي الذي يجري مني مجرى الدم أنا بك وإليك أعوذ وإنت بتقول أعوذ استشعر هذه المعاني استشعر إنك ضعيف ليس أمام الشيطان بل أنت ضعيف بين يدي الله تطلب منه العون وتسأله المعونة أن ينصرك وأن يقيك هذا الشيطان الرجيم ده الحل وتأتي بعد ذلك حلول ذكر الله لأنه سمي وسواس خناس يخنس إذا ذكر الله فإذا غفلت أطبق عليك هو ماسك كده في الأبتك عند فمك وقلبك أول ما تغفل يبدأ في العمل أول ما تذكر بس ذكر بالقلب لأنه فيه ناس بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف مر والشيطان قاعد ليه؟ لأنه لا يستشعر معنى أعوذ لم يقم في قلبه مقام العائذ على الحقيقة الذي فيه معنى التوسل والانكسار والخضوع بين يدي من يعوذ به فذكر الله أيضاً علاج للشيطان وغير ذلك من العلاجات بس أنا أضربك مثال نيجي للعدو الثاني الأخطر وهو شيطان الإنس الذي هو أداة شيطان الجن في إغواء الناس الشيطان الإنس ده مهما تستعيذ لن يتحرك يصدق فيه قول القائل ودى السارق لو سرق الناس جميعاً وودت الزانية لو زنت النساء جميعاً ده اللي أصدق في شيطان الجن إيه المنفع أن يضلك؟ مفيش منفعه لكنه إنسان خبيث إيه المصلحة اللي هيأخذها؟ لن يستفيد شيء تلاقي ده في تصرف امرأة العزيز حين أرادت إغواء يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأعلنت ذلك بوضوح وحشدت الحشود لذلك وهيجت الرأي العام لأجل ذلك فلما رفض سجنته وعاقبته وضيقت عليه لكنها في الحقيقة ضيقت عليه ظاهرياً حيث ترى ووسعت له فيما بينه وبين ربه من الأنس وحسن الذكر والمعاملة شيطان الإنس يريد الغواية كعادة كثير من أصحاب السوء ككثير من أصحاب المناهج الفاسدة الذين لا يريدون منك إلا قلبك يريدون أن ينكسوه يريدون أن يسودوه يريدون أن يبذروا فيه بذور الشك والجحود والنقران لمن؟ لأول منعم عليك لمن يغذيك بخيره لمن يغذيك بنعمه لربك الذي خلق وسواك وعدلك لربك سبحانه وتعالى ماذا يريدون منك؟ يريدون منك أن تضل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير حامل المسك ده جليسك الصالح اللي بيأخذ إيدك للمسجد اللي أنت لما يكون قعد معاه تخزى تأمل حرام تستحي منه اللي دايما يقول لك هيا بنا نؤمن ساعة المعنى والكلمة الغائبة في حياتنا أن الناس قلما يجتمعون على ذكر الله لكن ممكن يعودوا قدامه سلسل عادي ويخرجوا خروجة فيها معاصي عادي ويجلسوا جلسة أنسة والسمر على المقاهي يخوضون في أعراض الناس عادي لكن ييجي يقول هيا بنا نؤمن ساعة صار ثقيلا لماذا صار هذا الجليس ثقيلا لأننا أعطينا جليس السوء فوق قدره لأننا أتحنا له الفرصة وأطلقنا له العنان ما نتاج ذلك إما أن يحرق ثوبك وإما أن تشم منه ريحا خبيثة ده نتاج ده في الدنيا ونتاجه في الآخرة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ويلتا ليتني لم أتخذ مع الرسول سبيلا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا هل ينفع الندم حين ذاك لا لا ينفع الندم ولذلك شياطين الإنس قد يكون أخطر من شياطين الجن خطورتهم بالغة وشؤمهم خطير ماذا عنهم أيضا وكيف نتقي شرهم هذا ما نعرف في لقاء آخر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا